السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درسنا جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن I can see something ممكن أن أرى شيء ما مثل شخص تسألني What can you see ماذا يمكن أن ترى أو ماذا تشاهد I can see something مثل I can see the star I can see the moon تدريب لكي نعرف كيف أستخدم هذا السؤال وهذه العبارة مثل I can see a man with a had رجل بقبعة وهكذا تابع معي نهاية الفيديو هناك الكثير من المعلومات والملاحظات كيف أكون جملة وسؤال باللغة الإنجليزية لحظة للسؤال What can you see ماذا يمكنك أن ترى إذن ماذا What can يستطيع أنت ترى ماذا يمكنك أن ترى أثناء الإجابة نحذف What You لأنه ماذا تستطيع أن ترى أنت أثناء الإجابة You استبدأها بI إذن تصبح I can رجع بعد الفاعل تصبح I can وكمل الجملة الفعل عندنا see تصبح I can see أنا أستطيع أن أرى يعني يمكنني أن أرى وكمل الجملة نلاحظ جميع هذه نهايات لهذه الجملة مثل I can see a girl يمكنني أن أرى فتاة شخص ثاني ممكن يقول I can see her too يمكنني أن أراها أيضا بدل كلمة girl يضع ضمير بحالة المفعول به كمان علم الضمار بحالة الفاعل سبعة ضمائر I He She It We You They بحالة المفعول به I تصبح Me Him Here It Us You Them إذن يجب تعلم هذه الضمار من المهم جدا لكي أتحدث لكي أكتب يجب أن أعرف الضمار بحالة الفاعل بحالة المفعول به بحالة الملكية استبدلت كلمة girl بالضمير I can see her أستطيع أن أراها من هي الفتاة أيضا أريد أن أقول أستطيع أن أراها أيضا I can see her too ممكن أقول I can see a boy ممكن أن أرى ولد شخص ثاني يقول أستطيع أن أراه أيضا I can see him too أستطيع أن أراه أرى من الولد استبدلت كلمة boy بالضمير him I can see him مثلا I can see a bird أستطيع أن أرى عصفور أو طير لاحظين الشخص المقابلي I can see it too يمكن أن أراه أيضا أيضا استبدلت كلمة bird غير عاقل بالضمير it I can see a bird I can see it too أستطيع أن أراه أيضا إذا كلمة to بآخر الكلمة نضعها بمعنى أيضا I can see two girls لاحظ كلمة girl حذفنا الأ 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 تدلع على المفرد وضفنا s الجمع لا أستطيع أن أقول a girls هذا خطأ لماذا؟ لأن عدنا s الجمع تشير إلى الجمع مجموعة وعندنا الأية تشير إلى المفرد هنا تناقض عند إضافة s الجمع دائما أحذف a التي تشير على المفرد I can see two girls يمكن أن أرى فتاتين بهذا الحالة أصبحت جمعة لا أصبح أكتب الضمير here بحالة الجمعة بيكون them I can see them too يمكنني أن أراهم أيضا أرى من the two girls الفتاتين لماذا وضع the عندما أجيب the two girls لأنه صارت معروفة أنا شهدت الفتاتين وأنت أيضا شهدتهم I can see some boys يمكن أن أرى بعض الأولاد ممكن أقول I can see them too يمكن أن أراهم أيضا استبدل some boys بالضمير them أستطيع أن أراهم أيضا أرى من some boys إذن بعض الأولاد إذن لاحظ them إذا كان عندنا جمع فتيات وthem أيضا إذا كان جمع أولاد لاحظ I can see a lot of birds إذن أستطيع أن أرى كثير من الطيور بهذه الحالة استبدلت a bird أي هذه استبدلتها ب a lot of كثير من ممكن شخص يقول أستاذ في عندنا a lot الآن أيضا خليناها لا هذه من أصل الكلمة a lot of كثير من ليست تختلف a عن هذه ممكن أكتبها lots lots of birds الكثير من الطيور عندنا bird واحد a lot of birds إذن كثير من الطيور أو lots of birds أيضا ممكن أن أقول نفس القبل I can see two birds أيضا أستطيع أن أقول هذا I can see two birds أو أقول I can see some birds الشخص المقابل يقول I can see them two أستطيع أن أراهم لاحظ أيضا إذا كان عندنا جمع بحالة المفعول به وغير عاقل يعني غير إنسان أيضا استخدمنا أيضا استخدمنا them إذن لاحظ he she it الجمع منها they وأيضا him him her it الجمع منها them إذن استخدمت them للجمع العاقل والجمع الغير عاقل يعني الإنسان وغير الإنسان ننتبه مثلا I can see the table I can see it I can see the tables إذن طاولات I can see them إذن ممكن شخص يحتار يظن them نستخدمه بس للعاقل فقط للإنسان لا بحالة الجمع them تستخدم للجمع العاقل والجمع الغير عاقل I can see a girl I can see her too I can see a boy I can see him too I can see a bird I can see it too I can see two girls I can see them too الفقر البعض نتعلم أرى مثلا رجل أو فتاة ذات قبعة لدي صورتين شخص يسألني ماذا ترى في الصور نبدأ in one picture another picture الفارات لاحظ with يعني ب أو مع مثلا I play with my friend ألعب مع صديقي لا أقول أي ألعب بصديقي الحسب مكانها بجملة I can play with the ball يمكنني أن ألعب بالكرة إذن الحسب مكانها نريد أن أقول بدون نفس كلمة with أضيف لها without تصبح without يعني بدون a woman without glasses امرأة بدون نظارات two women with glasses امرأتين بنظارات نحن نعرف glass glasses يجمعتها نظارات two women with glasses إذن امرأتين بنظارات مع نظارات يرتدن نظارات أو يلبسن نظارات I can see a smiling man يمكنني أن أرى رجل مبتسم لاحظ a smiling man a man with a mustache mustache بمعنى كما قلنا شارب رجل بشنب a man with a bird يعني رجل بلحية three men with hats ثلاث رجال بقبعات يعني يرتدون قبعات وكل شخص يقول كيف أقول نريد أن أقول be أو ترتدي أو تلبس أو يرتدي فقط أستخدم with glasses يعني بنظارات يعني يرتدي نظارات أو يلبس نظارات without glasses بدون نظارات إذن لا يرتدي نظارات إذن كما قلنا in one picture I can see in the other picture I can see لاحظ the نلفظها the لماذا؟ جاء بعدها حرف صوتي دائما the إذا جاء بعدها كلمة تبدأ بحرف صوتي مثل عدنا a i o u e بهذه الحالة نلفظها the the لحظنا the other بينما إذا كان حرف آخر من عدد الخمس حروف هذه نفضها the مفتوحة the cat I can see some cloud يمكنني أن أرى بعض الغيوم لا أستطيع أن أكتب some cloud لماذا؟ some يجب أن يأتي بعدها جمع إذا نضيف s الجمع ممكن أن أقول a cloud يمكنني أن أرى غيمة أحذف a أستبدأ بي some وأنهي الكلمة ب s s الجمع سميها plural s I can see some cloud ممكن أستبدل some cloud بضمير كما قلنا الغير العاقل أستخدم them I can see them too يمكن أن أراهم أيضا ترى ماذا يقصد بيها الغيوم I can see Mary بإمكان أن أرى Mary أو أستطيع أن أرى Mary يعني بمعنى إذا كتبنا أستطيع بهذا الشكل هذا أن أرى نريد أن نحولها للإنجليزية يجب أن تبدأ الجملة الإنجليزية بفاعل كما نعلم شكل الجملة فاعل وفعل وتكملت الجملة أستطيع من الذي يستطيع أنا مع أن تبدأ جملة بI إذن الضمار مهم معرفة الضمار باللغة الإنجليزية I أستطيع can أن أرى اللاحظة الفعل يرى س ممكن شخص يقول يستطيع أن نحن نعرف to هي أن لكن دائما بعد can هل نسميها الأفعال الناقصة يأتي الفعل بدون أي إضافة يعني بدون to بدون ing بدون s بدون ed إذن دائما هذه النهايات لا تأتي بعد can I can see هو يجب أن نقول I can to see لكن بعد can كما قلنا يأتي الفعل بس بالمصدر بدون أي إضافة I can see Mary بإمكان أن أرى Mary I can see her to بإمكان أن أراها أيضا أرى من Mary إذن استطيع كلمة Mary be her إذن فقط استبدل الضمير فقط استبدل المفعول به يأتي بعد الفعل بالضمير المناسب المفعول به وأنهي الجملة be to to بمعنى أيضا ماذا الشكل النهايين درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن I can see what can I see in one picture in other picture a man with a mustache a man with hat or without glasses with glasses كيف استخدم with without to I can see في الجملة الإنجليزية أتمنى أن قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته